أهلا وسهلا فيكم من الجدر جانالكم بعد الفاصل ستباحكم لكل انضمونا حاليا عبر الشاشة احنا وكملين معكم في فقراتنا الفقرات رح نتحدث فيها عن مبادرة في مدرسة أساسية في مدرسة قفلين الأساسية تحديدا للبنات واللي هذه المبادرة كانت عبارة عن مبادرة الزيء الكشفي هذه المدرسة اللي اختارت انه تصنع أو تقوم بإعداد الزيء الكشفي في المدرسة خلينا اليوم حاميكم رح نتحدث عن هذه المبادرة مع ضيفتنا المتواجدة معنا بالسوديو الأستاذة ريم القرية مديرة مدرسة بنات قفلين الأساسية العليا سعد صباحك يسعد صباحكم جميعا صباح الخير للجميع طبعا احنا عنا مبادرة اللي هي توفير زيء كشفي بالمجان لجميع طالبات المدرسة الراغبات بالمشاركة كانت عنا فكرة المبادرة من مسؤولة الكشافة اللي هي المعلمة ندا غانم طرحت الفكرة علي وانا شجعتها عليها وقدمت الدعم لهذا الموضوع وخصصت جزء من ميزانية المدرسة عشان ندعم هاي الفكرة فإحنا رح نسعى إنه كان عندهم العدد 120 رح نسعى السنة يكون العدد عندهم 200 طالبة إن وفر لهم هذا الزيء لجميع الطالبات الراغبات بالمجان من صنع المدرسة إحنا عنا في ماكنة خياطة في المدرسة في معلمة كمان داعمة لإلها شادي عمار بتقوم باستخدام هاي الماكنة والخياطة عليها بتوفر هذا الزيء في المدرسة نعم أستاذ ريم مبادرة زي الكشفة أو توفير زي الكشفة تحديدا انطلقت من بناء على قرار وزاري في تنظيم بعض المبادرات ولا هي مبادرة ذاتية من المدرسة نفسها هي مبادرة من المعلمة مسؤولة الكشافة نفسها نعم تحديدا ما بنحكي عن دور المدير في المدرسة في دعم مثل هيك مبادرات خاصة إنه ما بين الفترة والأخرى بيكون فيه هناك مبادرات على مدار العام كاملة كيف بيكون طريقة الدعم لمبادرة أي معلم أو أي فكرة ممكن ترحى حتى لو طالبه هلا إحنا في بداية العام الدراسي بنحط خطة للمدرسة بنعمل ميزانية نوزعها فأي معلم بيكون عنده فكرة إحنا بنتبنى هاي الفكرة ومندعمه وبنحاول نحطها ضمن الخطة وضمن الميزانية عشان نقدر ندعمهم معنويا وماديا كمان لأنه أي مبادرة عشان تنجح بده هذا الدعم نعم جميل جدا نعم طب يعني ست ريم لما بنحكي عن هذه المبادرة هو دعم المدرسة وقرارها في دعم هكذا مبادرات بيكون فيه يعني فيه روح من التعاون بين الطاقم التدريسي وأنه قداش بيكون فعلا فيه تشجيع لأي مبادرة وترحيب لما بتلاقي أن المديرة مثلا متقبلة لهذه المبادرات أكيد طبعا إحنا يعني كل جروب المعلمات هم متعاونات مع بعضهم بحكي لك هي مثلا فكرة معلمة الكشافة المعلمة الثانية شادية هي معلمة عربي أصلا بالمدرسة بس هي مثلا تتقن الخياطة فهي بدها تتعد بهذا الدور في معلمات تانيات مثلا المجتمع المحلي كمان عندنا داعم منه وفروا الماكنة اللي بيشتغلوا عليها موجودة هو أي عمل عشان ينجح هو مجهود مجموعة مش مجهود شخص واحد فهو أكيد هذا العمل جهد الجميع نعم جميع جدا بهاي المناسبة عفوا تسنين بهاي المناسبة احنا أكيد رح نتعرف على تفاصيل مبادرة أكتر مع الأستاذ نادا بعد الفاصل لكن حابين ناخد منك رسالة شكر لمن بتوجهيها خلال طيلة عمل هاي المبادرة بصراحة بحب أوجه الشكر بداية لمدير التربية والتعليم الأستاذ طارق على هنا لأنه رحب جدا بهاي الفكرة ودعم لمعلمات بشكل كبير فكل الشكر والتقدير لإله كمان قسم النشطات الأستاذ علام الحمد لله والست خيرية سمارة مشكورة جدا لتعاونها لترحيبها هي شخص جدا داعم لهذا الموضوع وجدا تتواصل معنا فيه بالإضافة لقفين بلدية قفين مجلس التعليم المجتمعي عندهم أولياء الأمور مجلس الأمهات الطالبات نفسهم متفاعلات متعاونات كله بحاول يقدم بأي طريقة يقدم خدماته يعني عندنا على مستوى البنت إذا عمضة النورة ما بدأيها بتجيبها عشان أنه نشتغل عليها فهو بحكي لك هذا العمل لم ينجح بجهد شخص واحد بل هو بتكاثف الجميع وبحب كمان أشكر لمعلمات اللي هي نادية الغانم سوريا ستنادى الغانم وستشادي عمار لمبادرتهم الحلوة والفكرة الرائعة اللي أوجدوها وكل الدعم والتوفيق لإلهم وكمان بحب أحكي أنه إحنا كمان الفكرة هاي مش رح تنحصر فقط على مدرستنا إحنا منسعى أن نعممها على المدارس المجاورة ونساعد كمان مدارس البلدي كلياتها في هذا الموضوع عنا فيه كمان مدرستين فإحنا رح نساعدهم كمان بتوفير هذا الزيلة الطالبات بدي أسألوا إذا تفكروا أنه الفائد من الانداجة من المدارس الأخرى أكيد نتمنىكم كل التوفيق لأستاذة ريم تفاصيل هذه المبادرة رح نشوفها مع الأستاذة نادى غانم بعد هالفاصل شكرا لكم ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مبادرة الزيلة الكشفي هذا هذه المبادرة اللي أكثر من رائعة اللي بتوفر تقريبا 200 قطعة من الزيلة الكشفي واللي كمان ممكن يمتد هذا الخير الذاتي من مدرسة قفلين الأساسية العليا للمدارس الأخرى رح نتحدث بتفاصيل أكثر حول صاحبة فكرة مبادرة الزيلة الكشفي الأستاذة نادى غانب مسؤولة الكشافة في مدرسة بنات قفلين الأساسية العليا اسهد صباحك اسهد صباحك أهلا وسهلا فيكي يعني تحكي لنا أكثر عن طبيعة هاي المبادرة الفكرة من وين استوحتيها من وين إجتك أنه أنا بدنا نعمل مبادرة فيما يخص الزيلة الكشفي أجت فكرة المبادرة أنه سيد خيري السمارة رئيسة قسم النشاطات في التربية تصلت علي بداك اليوم حكت لي ستنا دا إحنا اخترناكم مدرستكم أنه نشكل أكبر عدد فرقة كشفية على مشتوى الوزارة حكت لي أكمل عدد حكت لي بدنا نوصله للمية مية وعشرين إذا تقدروا إذا أكثر كمان فصرت أنا أفكر كيف بدأ أوصل الطالبات لهذا العدد حكت لي أنا بدعمك بالفعل وفرت لي تقريب لأشرين لبسي للطالبات مجانا حيلا فصرت أفكر كمان كيف بدأ أزيد العدد وصل لثمانين طب بدنا نكمل للمية وعشرين فاستغلت أنه وجود الماكنة عندنا في المدرسة بالمدرسة طبعا أنا معلمة مهني بالتدبير المنزلي فطرحت الفكرة على معلمة العربة ست شادية عمار حكت لها شو رايكة ست شادية إن خيط الطنانير للبنات وش المناديل الكشافة حكت لي آه ما في مشكلة ما في مشكلة عندها بحصص النشاط الحر كنا نعطيه بعد الدوام وبالفرصة حصص التفريغ اللي إنا بالكشافة بالفعل فكرنا في كيف بدنا نوفي القماش طبعا من المجتمع المحلي من الأهالي من الطالبات نفسهم كما صاروا يجيبوا وصدنا إيش نعمل على إيش إخياطة الطنانير طبعا كثير البنات انبسطوا بهاي الفكرة وكثير شجعونا عليها وصلت العدد للمية وخمسة وعشرين الحمد لله رب العالمي جميل جدا أستاذ ندى يعني لما كدهش بتحس أنت كمعلمة وككاذر وطاقم في مدرسة أو في أي مؤسسة كدهش بتحس أنه طالما هناك في دعم من المدير المدرسة من المحيط من جميع الأطراف كدهش بتحس أنه إحنا لأ هون بدنا نكمل في هذه المبادرة بدنا نبدع بدنا نعطي أكثر معنا السنة صار عندي كمان دعم أكثر بالفعل مديرتنا رائعة جدا أول ما أجت طبعا مدير جديدي أول ما أجت حكيت لها هيك هيك عندي الفرقة مية وعشرين حكيت لي أنا بوصلك إياها للميتين حكيت لها عن جد حكيت لي طبعا طبعا بشغلنا وهي بالدعم إلنا بمساعدة لمعلمة فأنا كمان صرت إيش شجعت أكثر السنة عن جد لأنها دعمتنا حكيت لي بنا نوصلها للميتين حكيت خلص معناته هي إيش بتسدي الثغرات الموجودة يعني عندي أو أي صعوبة أي صعوبة أنا بدي أواجهها بالفعل ابتدأنا من يوم الأحد شارينا قماش للقمصان للطنانير للمناديل وبدأنا بإيش؟ بالخياطة وبالفعل صارت كل المدرسة بدها تدخل كل المدرسة بدها تدخل إحنا بنوصل العدد للميتين إن شاء الله إن شاء الله ونساعد المدارس المجاورة تمير جدا ما بعد ممكن تجهيز متين من الزيء الكشفي وممكن أصبح فيه طاقم كشفي كامل لما نحكي عن متين وما بعرفش كم عدد أفراد المدرسة أصلا تحديدا 524 طالب 520 تقريبا بدنا نحكي نصف طلاب المدرسة ما بعد هيك هل فيه هناك نشاط معين رح يكون لها الفرقة الكبيرة على مستوى ممكن وزارة على مستوى مدارس المحافظة إحنا فزنا العام الماضي في المستوى الثاني على مستوى الوزارة نعم والكرم وصابقة الرياض والتمييز ونطبح إن شاء الله السنة نوصلها للميتين عشان نفوز في المركز الأول نفس الإشي لأنه فيه على مستوى الوزارة أكبر عدد فرقة كشفية جميل جدا إن شاء الله أتمنى لكم كل توقيت أستاذي ندى بكلمة أخيرة بتحب توجيها للميتين بشكر كل من ساعدني من معلمات من طالبات من أهالي قفين الرائعين مدير التربية ست خيرية سمارة اللي ما بنساه معروفها أبدا ست ريم العسل عن جد الداعمة لكل شيء شكرا لكم تلفزيون الفجر الجديد على الاستضافة الحلوة والوجوه الحلوة العفو يعني إحنا متمنى لكم دعما توفيقوا هذا النفس بصراحة واضح جدا قد يش حب الخدمة المجتمعية والكشافي في حياتي بحبها أنا من كل قلب عن جد واضح وسراحة يعني من طريقة الحليب عن جد بحبها إلها معاي خمستاشر سنة وأنا بالكشافي والحمد لله رب العالمي إن شاء الله المزيد من العطاء ويعطيك الصحة والعافية وعافيكم يا ربي ولو سادة ريم وكل من كان داعم لهذه المبادرة شكرا جزيلا لنا إلك وسادة نادة غاني